مرحبا لكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنقول توقعات النصف الثاني من 2019 هنبدأ بأصحاب برج الحمل توقعات برج الحمل في النصف الثاني من 2019 بداية خلونا نتكلم عن العاطفة لأصحاب برج الحمل نتكلم على الناس المرتبطين أو المتجوزين عندكم ثبات عاطفي لكن انتم عندكم مشغولين شوية بالحياة اللي هي المال أو الشغل أكتر العملية عمتا عن العاطفة اه انتم عندكم رومانسية عالية جدا وبالذات النصف الثاني من 2019 ويمكن عندكم العاطفة هتكون قوية وفي محلها أو في كمة الرومانسية من اكتوبر لحد ديسمبر فعندكم هيكون آخر 3 شهور أو آخر شهرين هيكون حلوين جدا لهو 10 أو 11 و 12 وعلى رغم ان انتم اه هيكون في ان انتم هتفضلوا أو ان انتم مش هتفضلوا انتم مشغولين بالحياة العملية أكتر إلا ان انتم هتكونوا برضو في الرومانسية بتاعتكم والعاطفة عندكم حلوة لأن انتم أساسا برج عاطفي يعني هو اه على قد ما هو برج عملي على قد ما هو عاطفي أنا بسمي أصحاب برج الحمل اللي هم الدانامو اللي بيعرفوا يعملوا كل حاجة في وقت واحد فبس يعني نصيحتي ان انتم برضو العمل أو كده دولوا وقته وقدوا العاطفة وقته ما يجيش عليكم أيام أو أوقات تفضلوا ده على ده لأن الشريك بيزهقوا أو بيتعبوا دي حاجة بتتعبهم جدا لكن هما مش اللي هو هيبقى قوي يعني مش هيبقى تفضيل اللي هو جامد بالنسبة للناس اللي هما مش مرتبطين أو اللي هما لسه بيدوروا على الارتباط عندكم من شهر أكتوبر هيبدأ الدنيا معاكم تبقى لطيفة في موضوع الارتباط هيكون الارتباط الجدي يعني اللي هيبقى مستمر فيه هيحصل في الفترة قبل شهر أكتوبر هيحصل فيه ارتباطات ممكن تكون ارتباطات مش رسمية أو لسه في البداية لكن من بداية شهر أكتوبر هتبدأ العلاقات اللي هي القوية أو العلاقة المتينة هي اللي هتبدأ انها تتبني أكتر ده بالنسبة للناس اللي هما مش مرتبطين فأحسن وقت لكم ان انتم تفكروا في الموضوع ده فيه على آخر 3 شهور في السنة هتبدأ الدنيا معاكم تكون ألطف الوقت ده فكروا في حياتكم ابنه وشخصيتكم انتم الأول أو شوفوا اللي ناقصكم وعملوه بحيث ان انتم لما يجي موضوع العطفة ان انتم ارتباط الجدي تكونوا انتم جاهزين لده قلونا نرجع للمرتبطين تاني واللي هما متجوزين تاني عندهم برضو الرحلة هتكون رحلة رومانسية في شهر 10 لو شهر أكتوبر يعني تجديد للحب او تجديد للحياة ما بينهم زي ما نقدر نقول كده تجديد لشهر عسل كده ما بينهم هم يعني اصحاب برج الحمل اللي هم مرتبطين عايزين يجددوا من حياتهم عايزين يعملوا رحلة رومانسية بحيث ان هو والشريك يكونوا في حب جديد او تجديد للحب ما بينهم طبعا هو نقدر نقول ان اخر الفترة بتاع او النص التاني نقدر نقول كده النص التاني على اصحاب برج الحمل في العاطفة هيكون افضل قلونا نتكلم على العمل والمال لاصحاب برج الحمل عندهم هو اصلا من بداية السنة المال عندهم او العمل كويس جدا او يعني العمل انه هم في ناس حصلت على ترقية ولسه الجزء التاني من السنة هيحصلوا على ترقيات اللي ما حصلش عليها هيعلوا في مكان عملهم هيوصلوا لنهما يمكن يشتغلوا في مكان عمل اكبر من مكانهم هما دخلوا هيكون اكتر لهو الفلوس بتاعته او الراتب بتاعهم هيكون اكتر فهما عندهم العمل هيكون كويس جدا عندهم انه فيه فئة اعلى منهم او المديرين اللي مسكين العمل هيبدأ انهما يشكروا فيهم هيشوفون انه هما ناس اكوية في شغلهم وفي نفس الوقت هما كمال او الراتب هو الراتب بتاعهم والمال بتاعهم هيكون في حالة افضل طول السنة يعني مش هنتكلم على نص التاني انه هو يكون حاجة مختلفة ان المال عندهم هيقل او لا هم عندهم سنة المال بالنسبة لهم يعني عندهم المال والعمل هيكون جيد جدا لكن عليهم انه هم هيخلي بالهم لو دخلين مشاريع في الجزء التاني بتاع السنة 2019 عامة تان فخلي بالكم من ان حد يعرض عليكم مشروع ممكن يوقعكم في الغلط ممكن تتسجنوا بسبب الموضوع ده لان انتوا هتتعرضوا لنصب فحاولوا على قد ما تقدروا ما تدخلوش مشاريع نهائي او شراكة مع اي حد اذا قلت هتشاركوا شاركوا نفسكم انتم عملوا الحاجة بمجهودكم انتم على الاقل ما يبقاش لو حصل خسارة يبقى انتم بنفسكم محدش هو اللي نصب عليكم فابعدوا تماما عن اي حد يحاول انه شارككم او يحاول انه هو يمضيكم على اوراق او انه حاول يستغلكم فابعدوا تماما عن اي شراكة او اي مشاريع مع اي حاجة اقول كده لان في اصحاب برج الحمل هيتعرضوا الفترة الجاية لو دخلوا مشاريع هيتعرضوا لنصب وهيتعرضوا لان ممكن الناس تمضيهم على حاجات تضحك عليهم حاجات من ذي فخلي بالكم كويس جدا 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 قريب وغريب خلي بالك مال لكن عمتا المال والعمل في سنة 2019 كل واحد يعني النص الثاني زي النص الاول عندكم العمل هيكون جيد جدا والمال هيكون جيد جدا ده بالنسبة للمال والعمل تعالوا نتكلم على الحاجة الحياتية بالنسبة لهم عندهم بالنسبة لناس اللي كان فيه ما بينهم خصام او زعل ما بينهم وما بين حد هيحصل صلح وهيحصل اللي هو التفاهم ما بينهم والشخص ده والشخصية دي الجزء التاني من 2019 فعندهم جزء التاني هيكون فيه صلح ما بينهم وما بين حد أصحاب برج الحمل اللي نويين انه هما يغيروا لمكان سكانهم او انتقال لمكان جديد فيه الجزء التاني من 2019 فرصة لنقل منزلهم او منزل جديد او لو حد يعني مقبل على الزواج فهيتنيقل لبيت جديد يعني عندهم مكان جديد فترة اللي جاية هيحاول أصحاب برج الحمل ان هما يغيروا من شكلهم من طريقة جسمهم يحبوا ان هما يعملوا يلعبوا جام عايزين يغيروا من نفسهم يخلوا جسمهم رياضي واللي عايزين يغيروا من طريقة لبسهم يخلوا شكلهم لبسهم يعني يحصل فيه تغيير في شكلهم واجسامهم لبسهم الطريقة بتاعتهم يعني حابين يعملوا تغيير فيهم عمتا طبعا دي حاجة حلوة جدا ان هما يعملوا ده لان ده هيديهم ثقة في النفس اكتر وهيديهم ان هما باور كده ان هما يقدروا يعملوا اي حاجة عندهم نشاط يقدروا يدخلوا في اي موضوع فحلوة قوي ان لوحد يغير في نفسه سواء يعمل جمي يزبط جسمه ويزبط لبسه الحاجة دي هتكون حلوة جدا جدا ليهم كمان عندهم اصحاب برج الحمل عندهم فرص حلوة عندهم نشاط عندهم عارفين ينظموا العمل عندهم ازاي عارفين ينظموا جهدهم وده كل الحاجات دي هتخليهم ان هما يقدروا يوصلوا للي هما عايزينه يوصلوا للكمة اللي هما عايزينها كمان أصحاب برج الحمل النص التاني هيثبتوا هما الفترة اللي فاتت بيحاولوا يثبتوا للناس اللي حواليهم إن لو كان في حد كان شايفهم قليلين أو بيستقل بيهم الفترة اللي جاية هيحصل إن هما هيثبتوا وبالأدلة إن هما يعني أقوية أو إن هما قدروا أو إن هما مش زي ما الناس ما بتقول أو أنا أعلم إن أنت تستقل بي يعني من الآخر هيثبتوا وجهة نظرهم بالأفعيل يمكن الفترة اللي فاتت أو الجزء الأول من السنة كان بيحاولوا يثبتوا أو يعملوا أفعال أو يعملوا أدلة يقدروا يطلعوها للناس عندك النص التاني هتقدر تطلع الأدلة دي للناس وفعلا هتثبتوا قدرتكم أصحاب برج الحمل عندهم إحساس بالبهجة والفرحة كمان هيكون في الجزء التاني من 2019 أكتر أو هيكون عندهم حاسين بتفاول أكتر حاسين إن هما قدرين إن هما يثبتوا نفسهم يثبتوا شخصيتهم داخلين في خطوات تكون دفعة قوية للأمام مش حاجة بترجعهم حتى كمان الناس اللي هي عندها حاجات قبلتها مش كويسة أو اللي هي لسه مش شايفة خير من السنة أو مش شايفة حاجة حلوة لسه جات في السنة لأ عندهم برضو تفاول إن هيجيلهم حاجات حلوة وكويسة طبعا كل اللي إحنا قلناه هو كله حاجات حلوة لإن أصحاب برج الحمل عندهم سواء عاطفي أو مادي عندهم الدنيا حلوة جدا خلال سنة 2019 عامة لكن بيقابلنا شوية تكات كده بتقع مننا في أيام معينة من الأشهر ودي لازم إن إحنا نعديها أو نبقى مؤمنين إن هي أيامه هتعدي ونبقى يعني نكمل في التفاول بتاعنا ونكمل في النشاط بتاعنا كمان من أصحاب برج الحمل اللي لسه في الدراسة أو لسه بيدرسوا عندهم برضو في الدراسة هيوصلوا لحاجات حلوة عندهم نجاحات عندهم تفوق هيبقوا فخرين بنفسهم إن هم يادرين إن هم يعدوا من المرحلة دي بهدوء نفسي أو إن هم أقوية فعندهم الحتة دي حلوة جدا طبعا أنا هعمل فيديو تاني للنصائح للنص التاني من 2019 هتكون مهمة جدا 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 فيها كل النصائح اللي ممكن نعملها عشان نتخطى أي حاجة وحشة ممكن تقابلنا أو إزاي إن إحنا نوصل للتفاول ونوصل للكمة دي بسهولة أو نوصل لها من غير عرقلة أو حاجة توقفة بالنسبة للسحة لأصحاب برج الحمل هم حابين إن هم يزبطوا أجسامهم ويشوفوا يعني بالنسبة لحد لو مليان أو كده بحاول إن هو يخسسوا نفسهم هيحاولوا إن هم يهتموا بصحتهم أكتر فهم داخلين فعلا إن هم يهتموا بصحتهم أكتر مش محتاجين إن إحنا نقول لهم يهتموا بصحتكم فعندهم طاقة أو نشاط إن هم يهتموا بنفسهم أساساً فدي حاجة حلوة جداً لهم طبعاً أنا بقى بتمنى إن أنا أكون في التوقف وبتمنى إن أنا أكون قلت التوقعات اللي هي الجزء الثاني من 2019 لأصحاب برج الحمل بطريقة سريعة وبسيطة مفهومة ببساطة طبعاً أنا بشكركم جداً ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بالنسبة للناس اللي لسه مشتركوش أنا بشكركم جداً وسلام عليكم